حتى شهر مارس 2020 كانت قضايا الناخبين الأمريكيين تتعلق بالاقتصاد والعناية الصحية لكن فيروس كورونا قتل أكثر من 200 ألف أمريكي وأصاب أكثر من 9 ملايين وأقفل المدن الأمريكية في المقابل يعتبر المرشح الديمقراطي جو بايدن أن الرئيس الأمريكي كان متهوراً وتسبب بموت الألاف وإصابة الملايين يفضل الأمريكيون بنسبة تتخطى 45% المرشح الديمقراطي جو بايدن لإدارة الأزمة فيما يعتبر حوالي 30% أن الرئيس الأمريكي أفضل وقد تعمدت حملة بايدن والديمقراطيون عامة لوم الرئيس الأمريكي لوفاة المصابين وتؤكد الإحصاءات ذلك المهم في قضية كورونا أنها مستمرة وكان الرئيس الأمريكي يتمنى القضاء على الفيروس من خلال لقاح أو دواء ناجع قبل أن نصل إلى يوم الاقتراع لكن هذا لم يحدث وبقي موضوع كورونا على أهمية عالية شفاء ترامب من الكورونا لم يساعده في تحسين أرقامه أو إقناع الناخبه المترددين أن أسلوبه في معالجة كورونا أفضل من ما يقدمه المرشحة جو بايدن